مرحبا معنا في الستوديو بالخبيرة الاقتصادية فرح مرادة سعد صباحك فرح شكرا بستلا فرح ممكن احنا من الاشياء نسويها وذكروها الناس معانا لستعرفين احنا رايحين نبغى ايش فجأة ندخل السوبر ماركت نشتري اشياء تانية وننسى احنا ايش نبغى اصلا ليش بيحصل معانا كذا يعني طبعا نحنا منذكر نحنا موجودين بما كان هدف منه كمان انك تكون عام يعمل لك عروض بطريقة معينة نظريا نكون في عندك مثل النوع من الماركتنج النظري كمان لتكون مهتمة كمان بشراء بعض الامور مشان هيك هم نلاحظ التضخم والاسعار المرتفعة بالموايد الغذائية وبالامور الاستهلاكية اليومية لا يزال مرتفعة مقارنة بالعديد مثلا بالامور الفاخرة بالبرندات الفاخرة عم تتراجع ولكن الامور اليومية والاستهلاك الغذائي دي عادة ما بيضل التضخم فيه مرتفع اكتر والاسعار مرتفعة لانه كمان نحنا يوميا منشتري الاسعار نوعا ما بتخلينا كمان تعملنا بوش لنشتري أكثر مشان هيك من اللي ارتفاع فيها طب إذا نبغى بعض النصائح أو الخطوات اللي بتساعدنا إننا نوفر خلال التسوق حلا هيدا أمر ضروري هيدا السؤال الأهم وعم نشوفه وصار تأثير حتى بالانتخابات عم يسألوا أنا كيف تراجع أسعار الغذاء عندي بأسر طبعا منلاحظ في عنا صار في عنا كتير من بعد كمان الكورونا صارنا عم نشتري أونلاين صار فينا نكون بدل ما نروحها لمكان بعيد طبعا إذا في مكان قريب علينا فلنكون عم نروح له ولكن حتى البلاتفورمز عم تعطينا يعني ممكن إنه بيكون في نفس منطقتنا اللي هو جنب المنزل عشان نوفر مصاريف البنزين مثلا أو الغاز أو إننا نشتري عن طريقة الأونلاين البلاتفورمز اللي مرات بيكونوا كمان أرخص لأن ما في عنا سعر تكلفة المكان اللي كمان بيأثر على سعر المنتج عادة الأونلاين معقول يكون أرخص كمان وإضافة لهذا الشيء إذا كان أقرب طبعا رح يكون أفضل واحدة من الأخطاء اللي إحنا بنسويها إنه نما نتجينا للفاتورة اللي بعد ما نشتري الأغراض يائما نرميها يائما نقول لا ما نحتاج الفاتورة أو ما نبغاها لكن ليش مهم إننا نقرأ الفاتورة؟ لأنه دائما يعني فيه احتمال للخطأ وفيه احتمال أنه كمان يكون في عنا أمور قادية نرجع نراجعها حتى لو أنا ما فيه خطأ بس وجود الفاتورة ساعدني كمان يكون في عندي نوع من الباترن قدرس أنا كيف عم بصرف خلال شهر معين جمعة معينة وبدأ أعمل مقارنة طبعا أنا هون شاريت بهذه الأسعار هل كان في عندي إمكانية أفضل شاريت هالمنتج هل كان عندي أدرا أشتري منتج آخر دائما من أفضل الأمور حتى إذا أنت عم بحكيك من ناحية استثمار إلى ناحية استهلاك إنه يكون عندك صورة أو فكرة عن كيف كنت عم تتصرفي في الماضي بتساعدك إنه تكون عم تتصرفي في شكل أفضل بالمستقبل مظبوب يمكن واحدة من أشياء الذكرتها في البداية هي إننا نحب العروض نشوف العروض وهذا لكن هل بالفعل إنه فيه عروض بتكون لسه ما نزلت أو إنه للساعة مستخبية ولازم أنا أروح أسأل عنها دائما أفضل يعني من الطبيعي حتى أونلاين إذا عم نحكي أو حتى في السوبر ماركت دائما أفضل إنك تكون عم تسأل عن العروض تلاقي إذا هالعروض مناسبة ولا لا حتى على جنب في عندي كمان الفرقات السعرية ما بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة كمان حلو كون عم بسأل طيب أنا هالنوع من البرودكت هل في عندي بديل لأله محلي قد يعطيني كمان يعني سعر أفضل نفس الشي نفس الجودة ولكن بسعر أفضل طيب خلينا كمان نشوف رأي الناس في هذا الموضوع ونشوف إجاباتهم في مصر وسألناهم إش اللي يخليك تحضر مالك خلال التسوق في السوبر ماركت الحاجة اللي بصرفها فلوسي يعني مثلا زي من السوبر ماركت يعني مثلا بجيب مثلا في معك الجبنة الجبن بالذات أكتر حاجة بالنسبة لي في معك الجبنة المزرلة تمام ومعك جميعنا جبنة أمتها والجبنة الرومي وفي معك مثلا لوزة الشي بسي والحاجات دي هو بالتأكيد أنا ما بختارش حاجة يعني تفهى لكن أكيد بركز على الحاجات المهمة أساسا في اختياراتي يعني وطالما قلت السوبر ماركت فأكيد بالدرجة الأولى الحاجات اللي أنا بحتاجها بطبيعة الحال جبن مثلا لبن يعني حاجات مطلوبة أكيد للبيت يعني الحاجات اللي بقدر فيها فلوسي الحاجات الساعة خصوصا في الحر الصيف ده والمسليات بقى من شبسي ولب وكاراتي وحاجات من دي يعني أيضا سألنا المتابعين على وسائل التواصل ما الذي يجعلك تهدر مالك خلال التسوق في السوبر ماركت ماريا تقول ذكاء أصحاب المحلات الكبيرة من خلال تناسق الألوان وترتيب الرفوف فيما ترى مونة أن الجوع هو سر إهدار المال خلال التسوق في السوبر ماركت هذا صحيح صراحة ويعتقد أيما أن شراء في أول الشهر مع نزول الراتب هو الذي يهدر المال دون النشع صراحة لتجارب مختلفة ومنها صح كثير لكن مثلا ماذا على المنتجات اللي بنحطها في الفريزر زي مثلا الدواجن واللحم هل من الأفضل أن شراءها مرة في الشهر كلها يعني اللي أحتاجه ولا على قد ما أحتاجه هلا أنا رح أحكي من ناحية التوفير طبعا غزائية يمكن في نصائح كمان مختلفة هلا الشي اللي عم لاحظه أو كمان اللي كنت عم بسمعه وهذا الشي مهم لأنه قليلا نسمع كمان المستهلك كثير مهم نعرف نحنا ليش عم نستهلك كيف طريقة استهلاكنا بس على القليل اللي نكون عم نركز فيها هلأ طبعا نكون عم نشتري بكميات كبيرة هيدا الشي رح يكون عم بيوفرنا مثل ما كنت عم قول منتجات محلية من اللحوم كمان أفضلنا هيدي كلها أمور طبعا من الأمور الأساسية لازم حنط بيع الاعتبار لكون عم بلش في رحلة التوفير طبعاتي واللي هي منو شي غلط منو شي ما لازم أحكي فيه وهيدي كمان يمكن شوي عنا ياها بالعالم العربي أنه ما منحب نحكي بهذه الأمور ما منحب نحكي بالتوفير ولكن هيدا الخطوة الأولى اللي لازم يكون عم نبلش فيها تفكيرنا بالمادة أو بالتوفير أو بالاستثمار كله بيبلش من نقطة واحدة أنا عم بلش فكر كيفيني يوفر أكتر كيفيني يقوم بخيارات أفضل وتبعا نكون عم بجريء جيب منتجات أجبان وألبان ولحوم بشكل أكبر وكون عم بحطها لفترة أطول هي الأمر الأفضل بما أننا الآن أصبح الذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء والشت الجي بي تي وغيره هل ممكن استشارة الذكاء الاصطناعي عن لستة الطعام اللي أحتاجها أو عن الوصفات اللي أحتاجها أو ما أريده حتى في المطبخ طبعا في يعني صراحة منستعمله بالعديد من الأمور فينا نقول نطلب منه كيفية عمل وجبات بوصفات جاهزة بالأمور اللي أنا عنديها بالمنزل قبل ما أروح وأشتري أمور أخرى فينا يكون عم بطلب منه كيفيني أعمل وجبات وصفات تستمر لفترات أطول تخزينها كيفيني يكون تخزينها أسهل وطبعا فينا نكون عم نستخدمها بالعديد من الأمور وبرجع بذكر هو منه شيء بشع نقوم فيه أو مش حلو نحكي فيه بالعكس هايدي أمور تصوصي مثل ما عم بيلك بالفترة اللي نحن فيها وبالاستهلاك فقافة الاستهلاك اللي موجودة بكثرة يعني هي غزيتنا صراحة طبعا يعني أشكرك جدا على هذه النصائح الخبيرة الاقتصادية فرح مراد شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر